قالت وكالة أنباء أعماق ناطق باسم تنظيم داعش الإرهابي إن أبو بكر البغداري رشح أحد مساعديه هو عبدالله قرداش خليفة له فيما تقول معلومات أمنية إنه عراقي ترك ماني من الموصل يتصف بالقسوة وتسلط وتشدد وتذكر معلومات أمنية إن قرداش كان سجينا سابقا في سجن بوكا في البصرة والذي كانت تديره القوات الأمريكية في حينها بعد عام 2003 وهو نفس المعتقل الذي كان البغداري موجودا فيه بالفترة ذاتها وبتالي فإن العلاقة الوثيقة بين البغداري وقرداش تعود جذورها إلى ما قبل 16 عاما وتبحث أدوار الأمنية في ملف تحركات قرداش وإن يمكن أن يكون موجودا سيما أنه ينحدر من بلدة تلعفر شمال غربي مدينة الموصل وعلاقة تسميته باحتمالة العودة إلى العنف العشوائي اشتركوا في القناة